لم يتأخر الرد الروسي على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فيما يخص إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعلق على طلب واشنطن بالقول إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية التي دخلت سوريا دون موافقة نظام الأسد في إشارة إلى القوات الأمريكية الكريملين أيضاً انتقد تصريحات بولتون خصوصاً ما يتعلق بقوله إن روسيا عالقة في سوريا فديمتري فيسكوفا المتحدث باسم الرئاسة الروسية لم يرضه التصريح خاصةً وأنه جاء من زملائهم في واشنطن الذين يملكون قوات عسكرية في الأراضي السورية موسكو التي تزعم أن وجودها العسكري في سوريا شرعي تعتبر وجود نظرها الأمريكي عكس ذلك وهذه المسألة محط خلاف بين الطرفين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف انتقد بقى أمريكا في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وفي شمال شرق سوريا ريابكوف اعترض أيضاً على دعوة واشنطن أن يكون مسار جينيفا الأممي المنفذ الوحيد لحل القضية السورية في إشارة إلى رفضها محادثات سوتي وأستانا واتهمت دبلوماسي الروسي الولايات المتحدة بإعاقة ما وصفه جهود مكافحة الإرهاب في إدلب معتبراً أن ما تقوم به موسكو وأنقرة في المنطقة جهد إيجابي رافضاً أن يكون مسار جينيفا الساحة الوحيدة لبحث الملف السوري